وجود حرارك معايا النهاردة مع اعلان رسمي لنادي الزمالك بتجديد عقد احمد فتو حرايك ايه في الوضع كان في السابق عامل ازاي والان عامل ازاي شايف تقييمك او تحليلك لما حدث كله لان انا شايف رقم واحد ده خبر سعيد جدا لمنظومة نادي الزمالك سواء جمهور جهاز مجلس ادارة لعيبة خلنا ندي المجلس دارة حقه دايما مجلس دارة الزلام الفترات اللي فاتت مجلس دارة اشتغل في صمت مجلس دارة اهم حاجة عنده الفاعلية اهم حاجة عنده انه اعمل مش بالكلام يعني احنا كلنا البعض كله لو حدك بسط للجمهور الزمالكاوي ما كانش فيه تفاؤل ان فتوح هيجدد يعني وكلام كتير يتقال انه راح برمز راح النادي الاهلي النهاردة انه اثبت نادي الزمالك انه فعلا ناس شغالة في صمت ناس شغالة في خدمة نادي الزمالك ناس شغالة في انها تقدر تفرح الجمهور اعتقد الناس زي اكيد فيه ملفات كتيرة جدا عندهم ملفات بالكوم يعني انا اقول الناس اللي بتشتغل في ناس الزمالك دول عشان الناس تتصور ان هي مجاملة بس هما ابطال لانتدخل على تمانين ملف مفتوح وكلهم ملفات شائكة وصعبة جدا اكيد طبعا لكن حضرك انا وجد نظر انه كان اختبار قوي جدا ليهم تجديد فتوح احمد اعتقد نجاح كبير جدا فيه وبهدوء يعني مفيش بقشة وشرة ولا احنا ولا استعرضوا عضلاتهم ولا اقولوا ان احنا عادنا واحنا الى ده الموضوع خلص ونزلوا صورة ونزلوا الكلام بتاعهم ونزلوا العقد اللي اتفق عليه حاجة تحسب لا احمد ان هو رقم واحد اعتذر ايوه لجمهور نادي الزمالك وده شيء مهم جدا جدا رقم اتنين جدد حاجة تحسب له حالك سؤال حال اللي اعتذر تأخر يعني هل كان مفتوح يعتذر بغض النظر بقى هيجدل النادي الزمالك او ما يجددش ولا مفيش مشكلة حتى لو تأتي متأخرا بس المهم ان انت اعتذرت في الاخر وجد نظري ان هو ان هو عنده الرغبة ان هو يكمل في نادي الزمالك لان خلاص نادي الزمالك كان في اقاف نادي الزمالك الجمهور زعلن منه فبالتالي لو جاله عرض في التأويل ده مكانش حد يدر يلومه طبعا انا اصدقى كابتال عم لطيف عشان اوضح سؤالي بغض النظر عن قرار فتوح يعني كان يجدل النادي الزمالك او ما يجددش النادي الزمالك بس اعتذره كان واجب لجمهيد نادي الزمالك عكيد مية في المية بس ربما هو دمج الاتنين مع بعض اه يعني كان ممكن هو يكون جاء التوقيت المناسب انه هيقدر يعتذر وفي نفس الوقت يجدد وجهة النظر كده يعني درس الامور بشكل قوي والمستفات نادي الزمالك المستفات منتخب مصر مية في المية اه ديما خلينا نقف عند دي لان فتوح طبعا منتخب مصر وجهة مصر انه هو لعيب رقم واحد في مكانه لم يستقر طبعا زهنيا ونفسيا اعتقد هيد اكتر من اللي احنا كنا متوقعينه فبالتالي عمل حالة من الاستقرار شكرا